اشتركوا في القناة هي مملكة البرتوش او زريبة البرتوش ونحن علي سميناها زريبة لان الناس كامل في هذا العالم الشاسع الواسع مدارينها زريبة المهم زريبة مملكة البرتوش على حساب وش سمعنا سمعنا بل الإمارات راح تمدلهم طيارات 30 مقاتلة جوية انت كتسمع كما هكذا تقول اه بابا 30 مقاتلة جوية يا خاودي وهي عبارة على مقاتلات ما نجحدش لا في خيرانسا والي هي البلد المصنع تحها ولا في الإمارات ولا غيرها من الدول لكن الإمارات حبت تليكيدي تليكيدي هذيك السلعة لما تسواش فيعني بعثتها لمن للمغريب المغريب مخلوعين نعم مخلوعين قالوا لهم من شريو عادي 30 مقاتلة فرنسية تصنع من نوع ميراج 2009 وفوق هذا الشي كامل لازم الموافقة تعشكون ومتع اسيادهم خيرانسا يا خاودي نعم والله كما نحكي معكم وإلى حد الآن ما مدت لهمش يعني القبول أو رفض راهم يستنوا وراهم فرحانين وراح تسمعوا أخبار يعني كبيرة بزاف اليامات الجاية في حال قبول السفقة وكذا على أن المغريب قامت بشتراء 30 مقاتلة خيرانسية قاوية خلاص لا لا يا خادي أقسموا بالله على بلكم علش الإمارات باعتها لهم ولا لا بكل بساطة يا الجزائريين لأن الإمارات رح تشري طائرات واحدة أخرى جديدة واللي هي رافال بل شراتها ديجا شراتها كشول وحبت لي كيدي الخردة نعم ما كما راني نقر هنا في الخبر من صحيفة الإسبانيول قالت أن الإمارات ستمنح مقاتلات ميراج بعد استيلام مقاتلات من نوع رافال الفرنسية أبقوا عاش سيدنا أبقوا أبقوا كما كذاك وأبقوا بوزولي الديد وأنتم راكم في العفيس أي دولة جي وش تدير تعفص عليكم وفرحوا ووضحوا كما كذاك وقلوا الجزائر حقرتنا والجزائر كذا والجزائر كذا يا والجزائر أسيادكم الجزائر الجزائر ما كانش حاجة تمشي بلا موافقة الشعب الجزائري لأنه إحنا يا أسياد البلاد تعنا أما أنتم يا البراتيش نديرينكم تعمل مزبلا وفي بالهم يا الجزائرين زع ما راح يهدونها بالطائرات هذه الخيرانسية ولا ما على بالهمش باللي باللي الميزانية الجزائر في الدفاع نحكيها على الدفاع الجوي بالطبع وبلغ ما نحكيه على وزارة الدفاع الوطني كامل باللي هي ميزانية الدولة تعم مملكة البرتوش هي نفس هالميزانية تحو راح تلعب أوليدي راح تلعب بعيد بعيد ما كش قدي السلام عليكم خالتي خليوا اللايكات بركة